اهلا بكم على قناتكم قناة دروس الماني اونلاين لو مش عامل سبسكرايب للقناة اعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس وانا اسمك جويلي وده فيديو جديد ويلا بنا نبدأ النهاردة هنتعلم في الفيديو بتاعنا كل الطرق اللي تقدر تعبر بها عن رأيك سواء كنت معه او ضد ولكن الاول لازم نعرف ايه السؤال اللي بتتسئل بها عشان تبتدي تعبر ع رأيك او انت ازاي تسأل واحد عن رأيه اسهل طريقة ممكن تقول له فاس ماينس دو ماذا تعتقد او ايه رأيك في الكلام اللي بيتقال ده طبعا فاس ماينس دو ده لو حد مش فورمال لو حد صاحبك مثلا لان طبعا احنا عارفين ان الالمان عندهم طريقة رسمية في الكلام هما بيستخدموش البغنوم من دو بيستخدمو زي اللي هي معناها حضرتك فتبقى فاس ماينس دو او فاس ماينم زي ماذا تعتقد حضرتك او ممكن تقول له فاس فاس دينكس داقوبة ماذا تعتقد حول ذلك ايه رأيك في الكلام اللي تقال ده مسلا بيكون بتتكلم عن حاجة بعد ما تخلص خالص تقول له فاس دينكس داقوبة ايه رأيك في اللي انا قلته ده او بشكل مباشر بتقول له بتا ساكمية داينماينونج لو سمحت قول لي رأيك طيب بتتريد التعبير عن رأيك بتقول ايه طبعا فيه طرق سهلة ومعروفة زي اش ماين اللي هو نفس السؤال بس انت بتحوله اجابة فيه طريقة تانية احسن بكتير اسمها ماينماينونجناخ رأيه ماينماينونجناخ معناها رأيه او فرأيه مثلا ماينماينونجناخ هات اع فعلش انشايدونج تخفن فرأيه ان هو خد القرار الغلط ماينماينونجناخ هستدو غيشت او انغيشت غيشت يعني على صواب انغيشت يعني على خطأ فيه طريقة تانية رايبة ليها بتقول ماينما انزيشت ناخ وجهة نظري ماينما انزيشت ناخ فيه دقيعة زيني انشايدونج بقاين يعني بقول في رأيه في وجهة نظري انه هيندم على قراره بقاين معناها يندم ممكن كمان لو انت معترض مع القراء اللي بتتقال فتقول فيه حابم فيه شيدنا انزيشتن احنا لدينا وجهات نظر مختلفة او او فيه حابم فيه شيدنا ماينجن نحن لدينا قراء مختلفة سينو ماينونج تسيلت نيشت معناها ان رأيه مش محسوب رأيه وملهوش لازمة يعني طبعا زينو ممكن تبقى داينو وتبقى معناها رأيك مش محسوب سينو ماينونج تسيلت نيشت ايه حاد زيش ماين ماينونج انكي هو معناها هو استمع الى رأيي في حالة لو انت متفق مع الرأي ممكن تقول اش بين دا جلاشن ماينونج انا نفس رأيك او انا من نفس الرأي طيب لو انت رأيك غيره هتقول اش بين ان دا جلاشن ماينونج انا ليه رأيي مختلف دا جلاشن ماينونج دا رأيي الشخصي اش غلاوبة ايه هاتغشت اعتقد ان كلامه صح او اش غلاوبة دو هاتغشت اعتقد ان كلامك صح في الحالات دي ممكن بكل بساطة تقوله ان انا بتتفق معيك انا رأيي زي رأيك انا موافقة اللي انت بتقوله يعني ايه بقى موافقة اللي انت بتقوله يعني اش اشتما ديا تسو انا بتطفق معيك كالعكس التحق اش اشتما ديا ناشت تسو انا مختلف معيك ممكن تقول ان انت متمسك برأيك معنى اش بلايب باي ماينو ماينونج انا متمسك برأيي مش هغيره اش بلايب باي ماينو ماينونج انا متمسك برأيي دي مسألة رأيي معناها انها مسألة رأيي كده تقريبا كل طرق تعبر بها عن رأيك بس فيه جملة واحدة بس نسيتها عايزة اقولها لكم في الاخر لو برضو تعتبر من ضمن الجمل ممكن نستخدمها عشان تسأل واحد عن رأيي زي باس ماينس دو كده ممكن تقولوا بطريقة احسن شموش تيجان اوغ ماينونج افاغن انا عاوز اعرف وجهة نظرك او رأيك بانها ماينونج بس وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا اتمنى كونستفد ممكن تقولوا بطريقة احسن شكرا لكم ممكن تقولوا بطريقة احسن شكرا لكم